موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام وحياكم الله معنا في حلقة نهاية الأسبوع نخطط فيها الأسبوع جديد يحمل الجديد والمبتكر من الأبكار الإيجابية التي تهدف للمساهمة في تقدم إمارتنا التي دائما تتصدر المراكز الأولى في مختلف المجالات في صباح الإيجابية مشاهدين وصباح الإنجازات ونهاية أسبوع سعيد على الجميع بإذن الله صبحت الله بالخير يا عايشة صبحت الله بالنور والسرور يا مريم أيضا نصبح على مشاهدين صباحكم خير مشاهدين وصباحكم يتجمل بالعطاء وفعل الخير في ختام الأسبوع نتمنى لكم إن شاء الله عطلة مميزة تلتقون فيها بكل اللي يعزون عليكم وطبعا نتمنى لكم أيضا مشاهدة ممتعة لنا في حلقتنا اليوم حلقة نهاية الأسبوع اللي فيها الكثير من الفقرات المميزة والمواضيع المميزة ففي بداية مشورنا الصباحي مشاهدين نعرفكم بالعناوين مراكز الانتخابات في الشرقية تستقبل الناخبين اقبال على المشاركة في عرص الشارقة الانتخابي أهالي الشارقة يدلون بأصواتهم لمرشحي المجلس الاستشاري طبعا مشاهدين بعد هذه العناوين المهمة راح إن شاء الله نستعرضها خلال حلقتنا لهذا اليوم أكيد اليوم حلقتنا مميزة عاشا راح نستمر إن شاء الله بالحديث عن انتخابات المجلس الاستشاري وجميع المراكز المنتشرة في المدينة راح إن شاء الله في الإمارة بمدنها المختلفة راح نأخذ أيضا راح تكون لنا نقلات بإذن الله مع الجملائنا المنتشرين في هذه المراكز بإذن الله نبتدي معكم مشاهدين جولتنا الصباحية في الأخبار الصباحية لهذا اليوم أكيد يا مريم عندنا الكثير من الأخبار المميزة والخاصة بدولتنا الحبيبة وبإمارتنا الشارقة الإمارة الباسمة التي تشهد في هذه الأيام عرص انتخابي دموقراطي مميز وراح نبتدي أخبارنا مشاهدين من صحيفة الاتحاد وعنواننا الأول إقبال كبير من الناخبين على لجنة مدينة الشارقة شهدت اللجنة لجنة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في اليوم الأول من التصويت إقبالا جيدا من قبل الناخبين حيث أكد ثابت سالم الطريفي رئيس لجنة الانتخابات في مدينة الشارقة ومقرها نادي الشارقة للشطرنج أن إقبال الناخبين كان مرتفعا منذ ساعات الصباح الباكر رغم أجواء الأمطار وأضاف الطريفي أن كل التسهيلات متوفرة للناخبين من حيث توفر منصات الانتخاب وإجراءات اختيار المرشح إلى التصويت النهائي حيث أنه لم تواجه اللجنة أي صعوبات أو تحديات بسبب الأجواء الماطرة أو مع الناخبين كما شهد اليوم الأول إقبالا واضحا من قبل كبار المواطنين من النساء والرجال حيث تواجد الناخب يوسف الزرعوني 72 عاما في ساعات الصباح الأولى وقبل فتح باب التصويت ليكون أول ناخب في مدينة الشارقة وقال لا بد من المشاركة في هذا العرس الانتخابي من أجل رفعة الوطن والمواطن وإنجاح هذه العملية لاختيار من يستحقون إلى المجلس ولذا أصررت أن أكون أول من يتواجد في اللجنة من أجل التصويت طبعا مشاهدين إمارة الشارقة تشهد هذا العرس الانتخابي وهو اليوم الثاني على التوالي واليوم الأول كان فيه إقبال كبير من قبل الناخبين لتوافدوا على مراكز الاقتراع الموزعة في كل مدن الشارقة وطبعا موفرين لهم كل الخدمات ومسهلين لهم كل الأمور اللي ممكن يحتاجونها في مراكز الاقتراع فنحن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله جميع المرشحين اللي مرشحين في مجلس الشارقة لمجلس الشارقة الاستشاري طبعا ننتقل معكم مشاهدين للخبر الثاني من نفس الصحيفة وخبرنا الثاني أربعة وسبعين مرشحا يتنافسون في خور فكان وكلبا ودبل حصن شهد اليوم الأول لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في المراكز الانتخابية الثلاثة بخور فكان وكلبا ودبل حصن إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية من الجنسين وقد سهل رؤساء المراكز واللجان الأمنية كافة الإجراءات لضمان تصويت سهل ومريح لجميع الناخبين في وقت لا يستغرق دقائق معدودة وبحسب إحصاءات اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في الشارقة فإن عدد المرشحين المعتمدين رسميا والذين يخوضون الانتخابات في المدن الثلاث خور فكان وكلبا ودبل حصن يبلغ أربع وسبعين مرشحا بينهم ستة وثلاثين مرشحا من مدينة خور فكان وضواحيها وواحد وعشرين مرشحا من مدينة كلبا وضواحيها وسبعة عشر مرشحا في دباء الحصن وقالت المهندسة فوزية القاضي مدير عام بلدية خور فكان رئيس لجنة الانتخابات في إكسبو خور فكان الإقبال في مركز انتخابات خور فكان الموجود في إكسبو كان ممتازا وقد سخرنا كل الإمكانات الموجودة لخدمة الناخبين من مختلف الأعمار ولدينا عشرة أجهزة للتصويت المباشر ثم صناديق الاقتراع كما يوجد بالمركز عدد كبير من المتطوعين جاءوا ولبوا النداء لخدمة وطنهم وإمارتهم الشارقة طبعا مشاهدينا مب الغريب على إمارة الشارقة أنه توفر كل الأمور وتسهل على الناخبين عملية التصويت ومثل ما عرفنا في مركز أكسبو خور فكان أيضا توافد عدد كبير من الناخبين للإدلاع بأصواتهم نحن إن شاء الله ستكون عندنا أيضا نقلة خاصة من مركز أكسبو خور فكان مع زميلنا عمر وبيوافينا بالحركة الانتخابية بيومها الثاني هذه كانت الأخبار يا مريا من صحيفة الاتحاد وأيضا أنت عندك عنوين مميزة أكيد ننتقل معكم مشاهدي الكرام إلى صحيفة الخليج وأيضا اخترنا فيها عنوين مميزة لإمارة الشارقة التربية تطلق مبادرة وحدة حماية الطفل أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة وحدة حماية الطفل مستهدفة طلبت المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستقلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة به وأيضا سواء في المدرسة أو المنزل والحفاء على سلامة الطلبة بدنيا ونفسيا وتعليميا وجاء إطلاق المبادرة تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي وخلال الأسبوع الوطني الثالث للوقاية من التنمر الذي نظمته الوزارة بهدف رصد ظواهر التنمر بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية والتصدي لها في إطار الجهود التي تبدلها الوزارة لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطلبة ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق الوحدة إلى تأثيرات إيجابية سريعة في الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس في الدولة جميلة مثل هذه المبادرات المشاهدين التي تختص بحماية الطفل سواء من وزارة التربية أو حتى الجهات المختصة هناك كثير من الجهات التي تسعى لحماية الطفل سواء نفسيا أو بدنيا أو جسمانيا في مختلف المجالات فأيضا هذا ليس بالغريب على إمارة الشارقة الإمارة الصديقة للأطفال واليافعين ننتقل معكم مشاهدين كرام إلى أيضا خبر آخر من نفس الصحيفة واخترنا فيه خبر آخر حملة نظف الإمارات تبدأ رحلتها في الخامس من ديسمبر من الشارقة أعلنت مجموعة عمل إمارات البيئة انطلاق الدورة الثامنة عشر من حملة نظف الإمارات 2019 تحت رعاية وزارة الاقتصاد في رحلة تبدأ أولى محطاتها في إمارة الشارقة يوم الخامس من ديسمبر وتنتقل بعدها إلى أم القوين في السابع من ديسمبر ومنها إلى عجمان في العاشر من ديسمبر لتحط يوم الحادي عشر من ديسمبر رحالها في دباء الفجيرة ومنها إلى دبي في الرابع عشر من ديسمبر ثم أبوظبي في الخامس عشر من ديسمبر وتختتم رحلتها يوم السابع عشر من ديسمبر في إمارة رأس الخيمة كما ستحتفل المجموعة باختتام فعالياتها البيئية المجتمعية بعام التسامح بحملة تسجير يوم التاسع عشر من ديسمبر المقبل ضمن مبادرة لأجل الإمارات نزرع في منطقة المناعي برأس الخيمة يتم خلالها زراعة 1200 شجرة سدر بأيدي أبطال المجموعة الفائزين في برامج المجموعة الستة لإعادة تدوير النفايات وقالت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة جذبت هذه الحملة الوطنية التي بدأت في عام 2002 اهتماما كبيرا من محبي البيئة الذين يمثلون جميع قطاعات المجتمع وقد نمت على مر السنين لتصبح برامج العمل أكثر شعبية بين عشاق البيئة طبعا مشاهدين أكيد مثل هذه الحملات نشهدها على مدار السنة في مجال تنظيف البيئة والمحافظة عليها فهي أيضا مسؤولية كل فرد يعيش على أرض هذه الدولة المعطاءة فأيضا من هذا الخبر مشاهدين نكون اختتمنا معكم جولتنا الصباحية لأخبارنا الحبيبة لدولة الإمارات أو أخبار دولة الإمارات الحبيبة طبعا مشاهدين بهذه الجولة عايشة أكيد ننتقل مع مشاهدين نتعرف فيها على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية ودولة الإمارات دعونا نتابعها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر دولتنا الحبيبة والنحين بنتوقف معكم لفاصل قصير وبعد الفاصل إن شاء الله عدنا الكثير من الأمور راح ندخل في تفاصيلها والخاصة بمجلس استشاري الشرقة خلكم معانا حياكم الله مشاهدينا ويمر حبابكم من يديد رجعنا مواصلي معاكم بعد هذه الوقفة القصيرة وانجد التحية لكل من النظام لمتابعتنا طبعا مشاهدينا أجواء جميلة تشهدها مراكز الانتخابات المتوزعة في المنطقة الشرقية بنتابع معاكم الحين جانب من هذه الأجواء في مدينة الدبا واخر فكان ضمن إتاحة الفرصة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشرقة وتكريمه لمواطني الإمارة بإتاحة الانتخاب لاختيار من يمثلهم شهدت مراكز انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشرقة من اليوم الأول للتصويت منها مدينة خور فكان ودبل حصن إقبالا لافتا من قبل مواطني ومواطنات الإمارة من مختلف فئات المجتمع اعتماد القائمة الأولية للمرشحين جاءت بعد عمليات تدقيق لطلبات المسجلين للترشيح عن الهيئات الانتخابية التسع ودراسة كل طلب على حدة والتحقق من مدى مطابقته للشروط التي حددها قانون إنشاء المجلس الاستشاري ومرسوم تنظيم الانتخابات كما افتتحت المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت من مدينة خور فكان ودبل حصن لاستقبال المرشحين حتى يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من هذا الشهر لمدة 12 ساعة يومية من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا لكافة مواطني إمارة الشرقة طبعا مشاهدينا شفنا معاكم نبذة عن سير عملية التصويت في أحد مراكز الاقتراع في المنطقة الشرقية وبالتحديد مدينة دبا الحصن ومدينة خور فكان وما شاء الله هناك أقبال كبير من الناخبين يا مريمبي في اليوم الأول لهذا العرس الانتخابي ما زالت الانتخابات أيضا وعملية التصويت مستمرة إلى يوم السابق بإذن الله تعالى نعم أكيد يوميا مراكز الاقتراع تفتتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء أكيد هذه فترة كافية خلال اليوم أن الواحد متى ما يحس أنه فضى وعنده وقت أنه ممكن يتوجه لهذه المراكز يتوجه أيضا يدري بصوته لأنه أيضا صوته راح يخدم فيها الشعب يخدم الحكومة فأكيد مشاهدين التفاصيل كثيرا إن شاء الله عن الانتخابات والمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة راح نتعرف عليها من خلال سعادة الأستاذ محمد راشد رشود عضو سابق في المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة طبعا في البداية صبحك الله بالخير سعادتك يا مرحبا وسهلا فيك الخير والنور وحقيقة أنا سعيد اليوم بهالاستضافة في برنامج الصباح الشرقية يا مرحبا بك نحن أيضا سعيدين بتواجتك معنا سعادة محمد راشد رشود طبعا سعادتك نحن اليوم الثاني على التوالي للعرص الديمقراطي لتشهد إمارة الشارقة وماشاء الله كثير من الأخبار التي تبشر بالخير في اليوم الأول وأن عدد كبير من الناخبين توافدوا على مراكز الاقتراع الموزعة في كل إمارة الشارقة فحبين نأخذ منك نبذة أو كلمة مختصرة عن هذا العرص الانتخابي لتشهد الإمارة أولا حقيقة حبا وولاء وانتماء لإمارتنا الحبيبة إمارة الشارقة وتعبيرا عن حبنا وولائنا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي توجه الجميع حقيقة يعني معظم فئات المجتمع إلى مراكز الاقتراع وخاصة في المنطقة الشرقية وحقيقة شهدت إقبال يعني ما شاء الله كبير نعم كبير وسبحان الله تنوعت إذا شفنا يعني تابعنا من خلال الوسائل التواصل التنوعت دارين ما جينا مثلا في كلبة ريناهم يعني ما شاء الله فئة النساء أكثر الناس جينا في خور فكان فئة الشباب جينا في دبل حصن فئة كبار السن وهذا طبعا لابد نشارك في صنع القرار ونحن حقيقة لازم نقول بعد يعني نرجع لكلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي الله يحفظه عندما قال يعني اجعل بلدك في حضنك صحيح وما في حن أحد من غيرك لبلدك كلام مأثور وكلام حقيقة يعني يدخل القلب من رجل حكيم ويعني نشكره على مشاركتنا في صنع القرار وهذا النهج الذي انتهجه لمجلس الشورى في إمارة الشارع نعم هذه النقطة يعني ساعتك لما نشوف اليوم الحكومة هي بنفسها تنادي شعبها حتى يشارك معها في صنع القرار هذه بحد ذاتها دموقراطية فأيضا الشعب اليوم يحملون مسؤولية التوجه إلى هذه المراكز وأيضا الإدلاب هذه الأصوات حتى يشارك هنا الحكومة في عملية صنع القرار طيب اليوم نحن أيضا حابين نوضح لمشاهدين بصورة أكبر ما هو دور المجلس الاستشاري في إمارة الشارع ما هو الدور الذي يقدمه للشعب حقيقة دور المجلس الاستشاري في إمارة الشارع دور كبير في طبعا مساعدة الحاكم في صنع القرار من خلال طبعا الأعضاء المنتخبين والطبعا الذي دخل في التزكية جميع العضاء المجلس الاستشاري يعني يشاركوا في صنع القرار من خلال مشاركتهم للمجتمع تطلعهم أو مناقشتهم للناس نعم احتياجات الشعب وهذا بحد ذاته شيء كبير على عاتقهم ونحن ننعو للأخوان الآن إن شاء الله اللي بيحالفهم الحظ سواء من المرشحين أو اللي بيختارهم بالحاكم إن شاء الله بالتزكية إن يكون إن شاء الله عند حسن الظن ولازم شوفه المجلس الاستشاري عمله عمله جدا مسؤولية كبيرة لا بد أن يكون الآن الناخب أو المرشح أن يكون مستعد لصنع هذا القرار مستعد أن يشارك في الأمور التشريعية والرقابية بأمانة لازم نحن كناخبين نحن نوجه دعوة للناخبين أن يختاروا الإنسان الكفر إنسان الصالح إنسان الذي قادر أن يحل المشاكل عنده اهتمام ومتطلع متحدث لبق أن يكون في المجلس الاستشاري قادر أن يتحمل هذه المسؤولية قادر أن يتحمل هذه المسؤولية قادر أن يتحمل هذه المسؤولية يتحمل أمانة شعب ومواطنين ويحاول ويسعى قد ما يقدر أنه دائما يوصل لأفضل الحلول يكون لها تأثير ونفع على المجتمع وعلى المواطن أيضا بنفس الوقت طبعا ساعتك نحن مواصلي معك في هذا الحوار عن العرس البرلماني وفي بداية الحلقة كانت عندنا بعض النقلات وشفنا بعض التقارير عن عملية التصويت في دباء الحصن وفي الشارقة ومثل ما نتابع مع المشاهدين على الشاشة الآن ساعتك هذه عملية التصويت في إمارة الشارقة بأحد مراكز الاقتراع وما شاء الله نشوف في حضور كبير نشوف في أيضا تنظيم كبير الناخب ما يحصل أي صعوبات في عملية التصويت ومثل ما نعرف ساعتك سمعنا عن كبار السن وكبار المواطنين من أعمار كبيرة 72 عام و83 عام و80 عام صروا أنه أيضا يدلون بأصواتهم متواجدة وفي مراكز الاقتراع بأول يوم وفي ساعات الصباح الباكرة حتى أنه يكون لهم دور في عملية التصويت فخلنا نتكلم شوي عن مشاركة أو مسؤولية المجتمع أنه الكل حريص أنه يشارك في صنع القرار وأنه يعتصط للشخص الكفاء حقيقة وجود الكبار السن ومشاركتهم من أول يوم هذا التهجيع أيضا للشباب الجميع حريص حقيقة لتلبية نداء الحاكم دكتور سلطان بن محمد القاسمي ليكون الجميع يشارك في صنع القرار وحقيقة هذا ما يجي سبحان الله وليد اللحظة ولكن هذا صارت الآن تراكمات الآن الدورة الثانية وحقيقة صار هناك وعي لدى الجمهور سواء من الكبار أو الصغار أو الشباب يعني ليشارك في اختيار يصنع القرار ويشارك الحكومة باختيار الأفضل والأنسب لتمثيلهم في تحت قبة المجلس الاستشاري وهذا صراحة نفتخر فيه وإن شاء الله يكون يقبال في الأيام القادمة وإنه باقي عندنا بعد يومين آخرين وممكن مع نهاية الأسبوع ممكن يكثر إن شاء الله أكيد والآن يمكن اليوم الخميس الشباب يعني اللي برع إن شاء الله كلهم بيوم الدوامات اللي هم بوضبي وغير إن شاء الله وأكيد بيزداد العدد ونحن إن شاء الله ونحن نتطلع في هذه الدورة أن يكون إن شاء الله نضرب رقم قياسي في عدد الأصوات إن شاء الله بإذن الله ونفرح والدنا حاكم الشارجة على طبعا المشاركة في هذا الصنع الانتقابي وهذا العرس الانتقابي أن يعني اليوم بعدد الأصوات إن شاء الله ونكون رقم قياسي لأن هذا الحب سلطان يعني أكيد شعب دولة الإمارات وإمارة الشارقة يعني بالتحديد حبهم لصاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ليس له أحد طبعا مستمرين معك ساعتك في هذه اللحظات وأيضا راح ننتقل سلسلة المراسلين المنتشرين في إمارة الشارقة مختلف المراكز حتى أيضا نضع المشاهدين معنا في الصورة وأيضا نشهد معاهم هذه العملية الانتقابية ننتقل معكم مشاهدين إلى الزميلة عبير المتواجدة حاليا في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حتى تنقلنا الأجواء هناك طبعا صباح الخير الزميلة عبير شكرا لزملاء في ستيديو صباح الشرقية صباح الخير عليكم وعلى أسرة البرنامج وصباحكم جميل مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحية نحن حاليا متواجدين في المركز الانتخابي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج لنوافقكم بأبرز المستجدات لسير العملية الانتخابية ونشهد اليوم مشاهدين أقبالا واسعا من الناخبين والناخبات في هذا المكان لتحقيق نجاح هذه العملية الانتخابية وتعزيز مبدأ الشورى في الانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019 من هذا المنطلق مشاهدين وحول سير العملية الانتخابية ينضم إلينا أستاذ محمد علي الكعبي عضو لجنة الدائرة الانتخابية في هناك الشارقة بداية أستاذي نحن نرحبك في هذه التغطية الحية حياك الله معنا أهلا بكم إن شاء الله بداية أستاذي حبي نتعرف من خلالك كيف ترى إقبال الناخبين والناخبات في المركز الانتخابي الحمد لله بدنا اليوم ثاني يوم عملية الانتخابية وتشرفنا اليوم زيارة كريمة من صاحب يسمه الدكتور الوالد اللي هو الدعم الأول للعملية الانتخابية الحمد لله الأقبال ممتاز بنصبه يعني حتى من الأمس والأمس كان شوي أساسي لحوالي الجوية لكن اليوم الحمد لله بعد زيارة صاحب السمون الكريمة بدأت ناس تتوافد الحمد لله يعطيكم العافية أستاذي على هذه الجهود المبدولة ولكن لو نتحدث أكثر عن آلية عملية التصويت للتوضيح للناخبين في البداية يتفضل الشخص عندنا يتأكد من البطاقة الهوية إذا هو مسجل كان آخب أولا بعد ما يتعدى المرحلة الأولى يدخل على المرحلة الثانية اللي هي التصويت يختار الشخص اللي هو الطالب التصويت له ويسلم تطلع لأورقة الـ A4 ويدخلها في الصندوق اللي الخاص هو في الانتخابات أستاذي الورقة الخاصة اللي فيها الاسم والصورة بالضبط الورقة اللي تطلع هي عبارة عن باركوت للشخص الناخب وهذا بيكون العملية للفرز إن شاء الله وهذا النظام مبتكر في عملية التصويت صحيح هي من نجنة العليا شافوا أنها يعني تكون العملية سهلة وفي نفس الوقت تكون مرحلة من مراحل الانتخابات بيش تكون إلكترونية فقط تكون إلكترونية ويدوية إن شاء الله لو بنتعرف أستاذي أكثر عن الفترة المتاحة لعملية التصويت من وإلى من الساعة ثمانة صباحا حتى الساعة ثامنة مساءا ما عدا يوم الجمعة إن شاء الله بيكون لغاية الساعة 11 ووقت الصلاة بيكون في توقف وبتستعنى في العملية إن شاء الله بعد الساعة ثلاثين لغاية الساعة ثمانة إن شاء الله أستاذ محمد كلمة أخيرة توجهها لمن لم يدلي بصبطه والله نتنى أن الجميع يشارك في العرص الانتخابي هذا الجميل مشاركة الجمهور إن يكونون كدعم دعم لرؤية صاحب السمو الحاكم نفس الوقت تكون العملية سليسة وسهلة ما فيها تأخير الحمد لله يعني ما تعد أكثر من دقيقة حتى فنعدم يونزورون ويستمتعون إن شاء الله في العملية إن شاء الله أستاذ محمد علي الكابي عضو لجنة الدائرة الانتخابية في مدينة الشارقة كل شكر والتقدير على هذه المعلومات المفيدة نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم شكرا لكم إذن مشاهدة من خلال المركز الانتخابي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج تعرفنا على سير العملية الانتخابية وكذلك على آلية التصويت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى هنا وصلنا للختام شكرا على حسن المتابعة أما الآن عودة إلى الزملاء في استيديو صباح الشرقية طبعا كل الشكر الزميلة عبير على هذه التفاصيل الجميلة من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أكيد هناك راح تكون إن شاء الله أيضا وصلات أخرى مع زملاء منتشرين في المراكز مراكز الاقتراع على مستوى إمارة الشارقة أكيد يعني عودة لسعاتك وأيضا نعاشها يعني ما شاء الله المراكز منذ الصباح تستقبل الناخبين لكل من يعني يحب أن يدلي بصوته ونحن نقول يوم صوت كل شخص فينا أمانة لابد أن نتوجه وندلي بهذا الصوت حتى أنه أيضا يساهم في الارتقاء بعملية التصويت للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة طيب سعاتك اليوم يعني خلنا نتكلم عن الدورة السابقة وإنجازات الدورة السابقة في إمارة الشارقة وإنجازات المجلس الاستشاري حتى يكون أيضا نشوف هذه السنة بإذن الله أو يكون دافع أيضا للعضاء الجدد بإذن الله حقيقة يعني بناء على رؤية الحاكم الشارقة بتأسيس المجلس الاستشاري من عام 1999 حتى إذا بقنا نرجع للوراء الشورى في الشارقة تأسست من عام 1997 عندما طبعا أنشأ مجلس شورى طفال الشارقة وبعدها الناشئة طبعا المجلس الاستشاري هو طبعا يضم النخبة الكبيرة من المواطنين يعني بدأت أول شيء بدأت بإعداد تقريبا أعتقد يعني إذا ما يخون نظن ب37 عضو ثم تطور إلى 40 ثم 47 الآن 50 50 عضو أيضا هناك عدة قضايا أو قوانين أيضا ناقشوها من خلال الدورات السابقة وكانت كلها تجير لصالح المواطن وهناك بعض يعني معظم المشاريع حقيقة الآن لنشوف الآن كلها طبعا حقيقة من توجيهات ومناقشات مجلس الاستشارة لإمارة الشارقة والحاكم دائما يعني سبحان الله يعني جميع يعني معظم التوصيات التي تصل حقيقة شخصيا يوافق عليها يعني ولا يتردد ولكن طبعا هناك ممكن تفيه بعض التوصيات تتأخر لبعض الموازنة والموازنة التقديرية لكل مشروع والحمد لله يعني هذا النهج ساير وأيضا من ضمن الإنجازات الآن يعني كانت رئيسة المجلس مرأة اللي هي خولة نعم بالإضافة لذلك من خلال الأشياء هذه واهتمام ورؤية حاكم الشارقة بالنسبة للشورى ونهج الشورى في إمارة الشارقة الآن نحن نستضيف البرمان الطفل العربي وهذا الحمد لله بحد ذاته هو إنجاز من إنجازات إمارة الشارقة نتمنى دائما لهذا الحاكم يعني صاحب القلب الكبير كل التوفيق وكل السداد وكل يعني ما يعني يرسم له إن شاء الله يتحقق في ضل أيضا مساعدة المواطنين في إمارة الشارقة غير المواطنين أيضا يعني إيدة السخية وإن شاء الله يعني تصل المواطنين وأيضا وغير المواطنين لكل شخص ممكن أنه مقيم أو يسكن على أرض الشارقة الأرض الباسمة يعني تعرفنا من خلالك ساعاتك على بعض الإنجازات التي كانت في الدورة السابقة لمجموعة من الأعضاء المميزين وإن شاء الله وما زالت عملية التصويت مستمر وسمعنا ما أقول لسمو الحاكم أن كل واحد يستغل صوته وكل واحد يستخدم صوته ويفتخر أن هذا العضو فاز وطلع من صوته من صوت الناخبين فحلو أن لو واحد يستغل بالفعل صوته ويشارك فيه صنع القرار ويلبي نداء الوطن ونداء إمارة الشرق ونداء سمو الحاكم أيضا لو نتكلم شوي عن كيف ممكن يستفيد الناس من وجود المجلس ساعاتك طبعا المجلس طبعا مثل ما سمعته وتكلم الحاكم مرارا وتكرارا بأن طبعا العضو له مكتب في المجلس الاستشاري بإمكان كل المواطن عنده مشكلة يذهب إلى العضو لصاحب منطقته ويكلم عن مشكلته طبعا وعن في بعض الأمور العائق حتى تصل إلى المناقشة لتحت قبة المجلس الاستشاري وترفع للحاكم هذه أمور الأمور الحمد لله رب العالمين كل هذه مرسومة من قبل صاحب السمو سبحان الله كم مكتب يمكن حوالي 40 أو فوق 40 مكتب مولود لصالح المواطن نتمنى المواطن يكون عنده هذا الموعي ويعرف المسئولية هذه ويعرف ما هي مسئولية مسئولية المجلس الاستشاري مسئولية كبيرة ومساعد للحاكم في صنع القرار حقيقة نحن شفنا إنجازات كثيرة للمجلس الاستشاري مثل ما ذكرتها ساعاتك وأيضا يمكن صاحب السمو حتى ما يعتمد على يمكن بعض الأمور أو بعض الدوائر أو بعض القرارات إنما هو بحد ذاته يبحث في أمور الشعب ويبحث في تفاصيلهم حتى يقر وينشئ بعض أو يعطي بعض المكرمات لصالح المجتمع طبعا اليوم مثل هذا الزخم من هذا العرس الانتخاب الذي نشاهده اليوم في إمارة الشارقة يمكن في نهاية الأسبوع الآن راح يكون إن شاء الله تصويت أو عدد الناخبين راح يكون أكثر بإذن الله فكيف راح تتوقع إن شاء الله تكون العملية لحد يوم السبت كيف راح تكون الأجواء بالنسبة للناخبين والمرشحين بإذن الله إن شاء الله نحن نأمل أن طبعا من خلال الحقيقة تصديث الطول خلاص يعني من خلال وسائل الإعلام في هيئة الإداءة والتلفزيون بالشارقة والتواصل الاجتماعي أنا أتوقع إن شاء الله وعندي سبحان الله أمل وتفائل أني بنكون إن شاء الله بنضرب قياسي هذا العام في هذه الدورة بإذن الله بإذن الله بنكون الرقم القياسي في عدد الأصوات إن شاء الله وشوفي يا جماعة خليني إذا تكلمنا عن الشورية الآن أصبحت يعني مو فقط العضو المجلس التشاري هو طبعا المطالب الآن إذا 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 نلاحظ من خلال البث المواشر ومتتفضلت قبل شوي قلت على البث المباشر هذا بحذ ذاته يعني أنت المواطن الآن العادي ينقل ينقل أيضا الملاحظة وينقل الصوت أيضا من خلال البث المباشر والحاكم بنفسه يتدخل وهذا يعني يعني الحذ ذاته نفتخر بهالحاكم الله يحفظه ويخليه لنا يا رب العالم آمين يا رب طبعا نحن سعيدين بتواصلك معنا سعادة محمد راشد رشود ويخذنا عنك من خلالك نبذة عن المجلس تفاصيل المجلس كنت عضو سابق في المجلس كفيت وفيت يعطيك ألف عافية نحن أيضا نتمنى التوفيق إن شاء الله للأعضاء الجدد في هذه الدورة شكرا لك سعادتك على هذا الحضور العفو شكرا يعطيك ألف حضور طبعا مشاهدينا بعد ما استمتعنا بهذا الحوار مع سعادة محمد راشد رشود عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رح نتوقف معكم لفاصل قصير نرجعنا بعد نواصل خلكم معنا حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم من يديد من تواصلي معاكم في حلقتنا الاستثنائية والخاصة بانتخابات المجلس الاستشاري طبعا مجموعة من زملائنا ومراسلين مشاهدينا متوزعين في مراكز الاقتراع حول الموجودة في إمارة الشارقة وزميلنا عمر موجود في مدينة خرفكان وبالتحديد في مركز أكسبو خرفكان حتى يعطينا صورة أقرب عن عملية التصويت الحاصلة في خرفكان صبحك الله بالخير يا عمر يا هلا فيك صبحك الله بالخير زميل تعاش وأكيد أصبح على كل مشاهدينا عبر قناة الشرقية من كلباء في هذا الصباح المتميز نحن معاكم من مدينة خرفكان وهنا نرى سيرة العملية الانتخابية مسيرة بدأها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ونرى هنا أيضا الدعم لمبدأ الشورى في الإمارة الباسمة لتحقيق كل هذه الإنجازات إنجاز تلو الآخر يحقق في الإمارة الباسمة في ظل توجيهات سيدي حاكم الشارقة وهذا ما نراه أيضا في مستقبل الأبناءنا والأجيال القادمة إذن مشاهدين من مدينة خرفكان وسير العملية الانتخابية في ثاني أيامها بالتالي اليوم نشوف الأقبال واضح من الناخبين والناخبات ونحاول بأن ننحن من منطلق هذه العملية لتوثيق سير العملية الانتخابية وتغطية كافة المجالات من اللجان والمنظمين لهذا المكان في هذه اللحظات بالتالي نستضيف الأستاذ عبدالله الحسني هو أحد أيضا المنظمين وهو أيضا ياخذ معانا هذه الزاوية المهمة للإطلاع على سير العملية الانتخابية نصبحك الله بالخير ويامر حباب صباح النور والسرور وفي بداية الأمر أحب أشكركم على هذه التقطية المتميزة وهذه طبعا مش شيء جديد على القناة الشرقية وتلفزيون الشارج الله يسهل اليوم ناخذ معاك في هذه اللحظات سير العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت كيف تشوف الأقبال كيف تشوف التنظيم يسير على قدم وساق من قبل المنظمين وأيضا رضا المصوتين والناخبين في هذه اللحظات الحمد لله والشكر على كل حال لاحظنا سير سير العملية الانتخابية من بدايتها والتي كانت بدايتها من الساعة الثامنة صباحا أقبال الناخبين على المركز وبدأنا معاهم العملية التصويت واستقبلناهم بكل ساعة صدر وصراحة ما لاحظنا من الناخبين كل تعاون وتيسير في الأمور يعني صراحة كان الناخبين على قدر عالي من الثقافة الانتخابية الله يسلم إذا نسأل عبدالله في هذا العام نشهد مشاركة العملية الالكترونية في التصويت كيف ممكن تشوف بأن الآن أصبح الجانب الالكتروني هو واضح في إنجاح العملية الانتخابية وأيضا سهولة التصويت من قبل الناخبين والناخبات التصويت الالكتروني في الحقيقة ساعد كثير من الناخبين وعطت دافع لقبالهم على الدائرة الانتخابية في قورفكان صراحة يعني التصويت الالكتروني هو اللي سجع الناس على الحضور للتصويت في هذه المرحلة إذن في هذا العام بفضل الإقبال الالكتروني هناك إقبال واضح وبشكل أكثر في العملية الانتخابية في هذا العام طبعا طبعا نحن في بداية أيام التصويت اليوم الأول شهدنا عدد كبير من الناخبين وفي اليوم الثاني صراحة كان الإقبال أكثر من اليوم الأول لمعرفة الناس عملية التصويت كانت سهلة جدا يعني الناخب اللي حضر اليوم الأول نقل العملية للناخب اللي ما جاء صوت بالعكس من بداية عملية التصويت لحظنا قبال الناخبين للمركز طبعا في هذه اللحظات لا يسعني لأن أشكركم على كل ما قدمتموه في سير العملية الانتخابية دائما ما تقدمون كل الجهود المبذولة في إنجاح هذه طبعا ربما العرص الانتخابي ليضيف لإمارة شارقة الشيء الكثير شكرا لك الله يسلمكم مشكورين مرة ثانية على التقطيع هذه الجميلة الله يسلم إذن مشاهدين الكرام عبر صباح شرقية وقناة شرقية من كلباء كانت هذه وصلتنا معاكم من مدينة خورفكان وتحديدا من مركز إكسبو خورفكان إن شاء الله نأخذكم في الأيام القادمة في جولة مختلفة لسير العملية الانتخابية في مدينة خورفكان والمناطق المختلفة لإمارة الشارقة كانت هذه وصلتنا وأكيد عودة لزميلتي عاشا إلى الاستوديو كل الشكر والتقدير لك زميلنا عمر على هذه الصورة من قلب الحدث في مركز إكسبو خورفكان وكما شاهدتم مشاهدين سير عملية التصويت بكل سلاسة وبكل سهولة والناخب يعني ما يمر بأي صعوبات وأي عوائق في عملية التصويت وتكون خلال دقائق معدودة فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وكل الشكر والتقدير لكل الناخبين لتوجهوا لمراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم نعم ومن هذا الجانب أيضا ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى جانب آخر إلى مدينة كلبة أيضا نتابع لأجوال الانتخابية الخاصة باليوم الأول من انتخابات المجلس الاستشاري بدأت عملية التصويت لانتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي تستمر لمدة أربعة أيام من 20 حتى الثالثة والعشرين من نوفمبر الجاري وذلك عبر تسعة مراكز انتخابية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة ومجهزة بأفضل الوسائل التقنية لتسهيل عملية الاقتراع وفق أعلى معايير الدقة تفتح المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت يوميا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء لكافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع وتتوزع في مدينة الشارقة ومنها في جامعة الشارقة في مدينة كلبة تشهد عملية التصويت نقلة نوعية بأسلوب مبتكر يستخدم لأول مرة من خلال إتاحة شاشات إلكترونية مخصصة للتصويت لاختيار المرشح الحمد لله الأقبال ممتاز جدا من بداية أول يوم من بداية أول ساعة وأول دقيقة الحمد لله الأقبال للناخبين والتصويت طبعا بحضور المرشحين والإعلاميين الحمد لله التسجيل في سلاسة والتصويت في سلاسة كبيرة جدا ما يقارب أقل من دقيقة وحدة ينتهي التصويت للناخب فالحمد لله ندعو جميع الناخبين للقدوم إلى مركز التصويت في جامعة الشارقة فراكلبة خلال هذه الأربع لإيام ونتشرف في الجميع إن شاء الله توفر أيضا المراكز الانتخابية كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين في أيام الانتخاب وتوفير كافة احتياجاتهم التي تسهل عملية التصويت واختيار ممثليهم في المجلس وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة طبعا مشاهدين شفنا معاكم سير عملية التصويت في مدينة كلبة وبالتحديد من جامعة الشارقة فرع مدينة كلبة وما زلنا بنفس السياق وما زلنا أيضا في مدينة كلبة بنتعرف على كل ما يخص العملية الانتخابية وسير العمل مع ضيفنا اليوم في استوديو صباح الشرقية الأستاذ يعقوب يوسف الساحر عضو المركز الانتخابي في مدينة كلبة يسعد صباحك حياك الله معنا أستاذ يعقوب صباحك حياك الله معنا يا هرشيك معنا طبعا أكيد جهود كبيرة تبذلونها في المركز حتى يتم تسهيل العملية الانتخابية وأيضا تكون بطريقة ميسرة ومنظمة للناخب طبعا مثل ما شاهدنا قبل شاهدت في التقرير ما شاء الله العملية كانت سلسة وأيضا في عدد من الناخبين توجهون اليوم وغدا واللي بعده هذه الأيام المتبقية من التصويت كيف إن شاء الله راح تكون بإذن الله أول شيء سعيد جدا بالقانع معكم نبعث لكم تحيات جميع العاملين في إدارة المقر الانتخابي طبعا مثل ما عارفين أن المقر الانتخابي جراءاته جدا سهلة وميسرة للناخب ابتداء من دخوله وحتى خروجه في ثلاث مراحل بسيطة لا تتعدى ثواني جدا فالحمد الله في تواجد جدا وأقبال كبير من ضمن الناخبين طبعا شاهدت مختلف طياف المجتمع الفئات العمرية كبار في السن شاهدنا أن الأقبال كبير جدا منهم فئة الشباب أيضا وفئة الذوي اللي هم صحاب الهمم نعم ذوي اللعاقة جدا من تفاعلين مع الحدث ما شاء الله يعني كان في إقبال بأول يوم من عملية التصويت للمجلس الاستشاري لإمارة شرق وتسهيلات كثيرة أيضا قدمها المركز الانتخابي للناخبين اللي توافدون على مراكز الاقتراع وكانت عملية التسجيل سهلة وتمر بثلاث مراحل لكن في هذه السنة كان في تقنية جديدة أو استحداث ديد لعملية التصويت والتي هو التصويت الإلكتروني والتي يتبع التصويت يدوي نتعرف عن آلية التصويت اليديدة اللي انطرحت في هذه السنة طبعا الآلية الجديدة طبعا سهلة جدا ومبتكرة بحيث أن الناخب يعني يختار المرشح ليراه مناسب اكترونيا ومن ثم تطبع له بطاقة يضعها في صندوق الاقتراع هذه طبعا تقنية نصف نفس طبعا هي تساعد في عملية الفرز وتقليل عدد الساعات في مخور النتيجة للمرشحين إن شاء الله لنفعلا في السنوات السابقة خذت وقت كبير من اللجنة حتى تتم الفرز نعم فماشاء الله تموا سحرانين للصبح تقريبا حتى تتم فرز الأصوات فإن شاء الله بهذه السنة تكون ميزة جديدة وراح تسهل إن شاء الله طيب بالنسبة أيضا هل هناك مثلا في بعض الأشخاص متطوعين في هذا المجال في تنظيم العملية حتى أيضا تتم بطريقة سليسة طبعا متطوعين نحن ما عدنا كلهم كلهم موظفين في بلدية كلا بحثة بالموظفين نعم كلهم موظفين بدون أي متطوعين طبعا تصدر لهم بطايق تتبع لمقر انتخابي للمدينة نفسها نعم جميل يعني هناك أمور كثيرة توفرت في مراكز الاقتراع وازلت مستمر إن شاء الله اليوم السبت والمراكز تفتح بوافن الساعة 8 الصبح إلى 8 المساء وعد يوم الجمعة سيكون من الساعة 2 الظهر لا بالعقس نحن لا نترك فترة معينة أو تنسى الفترة الصباحية ستكون متواعدين إن شاء الله معها من 8 صباحين إلى غاية حتى يوم الجمعة نعم حتى يوم الجمعة جميل نبتدي من الثانية مساء إن شاء الله إلى الثامنة مساء بإذن الله تعالى هذه هو الأوقات التي تستقبلون فيها إن أخبير فقط في يوم الجمعة طبعا يفتح بوافن المقر الانتخابي في الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء وأمور ميسر جدا سلسة وأمور ميسرة وأيضا الموظفين يعني يقدمون المساعدة للناخبين بحيث أن تسهل العملية بشكل أكثر وبشكل أسرع بعد أن تكون الناخب في البداية لازم نشرح لعملية التخابة كيف راح تكون سهلة ميسرة مبسطة المسألة جدا العملية تأخذ ثواني يتفاعل في الموضوع تلاقيه يطلع مبتسم يعني متفائل أن صوته اليوم يعني خض حيز شارك هذا في صنع القراءة إن شاء الله للا تتعلم طبعا نحن أيضا لما نتحدث عن هذه المراكز المنتشرة طبعا تسع مراكز منتشرة والجميع نتم تسهيل يعني على الناخب أن يصل إلى المكان بطريقة سلسة بالمركز قريب من مدينة أو في مدينة تقريبا يعني ممكن نتابع هذه أيضا لقطات أستاذ يعقوب هذه طبعا من المنطقة الوسطى وأيضا من المراكز المنتشرة في المنطقة الوسطى وأيضا هذه ممكن نشوف هذه الأجهزة التي يكون فيها التصويت في البداية عملية اختيار المرشح عملية اختيار المرشح اختيار المرشح المن يرونه مناسب ومن ثم طباعة الورقة ووضعها في صندوق الاقتراع يكون فيها رمز شريط يعني تقوم بويتم قراءة يسهل في عملية الفرد لقراءة البطاقة وسهلة الاستخدام توقعه بس يختار صورة المرشح واسم المرشح وتكون يعني أدق أكثر من تصويت اليد وينبعدها تظهر مثل البطاقة توضع في صندوق الاقتراع يعني نحن بما أننا نحن في ثاني يوم في اليوم الأول شهدنا هناك عدد كبير من الناخبين وفئات عمرية مختلفة وخاصة من كبار المواطنيين وكبار السن اللي كانوا حريصين أنهم أيضا يدلون بأصواتهم ويشاركون في صنع الخرار لكن في فئة يعني شوي ما يتفرع لهم مع الانتخابات مع أن أسماءهم من ضمن الأسماء اللي نزلت في الهيئات الانتخابية كيف نوعي هذه الفئة اللي ما تستغل صوتها في صنع القرار مع أن يعني دائما نحن نقول وصلنا لمستوى من التوعية في أن الواحد يشارك في المجلس الاستشاري ويدلي بصوتها أولا الأملية الدورة الثانية أعتقد فترة كافية لنشر الوعي والثقافة حاليا في جميع مناطق الإمارة ثانيا أنا أعتقد كل الجراءات سهلة وميسرة وما فيه أعذار الحاكم بنفسه يوصي تعالوا ساعدوني في من ترونه مناسب نحن نشوف ما فيه أعذار لجميع الفئات أن يشارك في صناعة القرار يشارك الحاكم الله يحفظه ويبارك فيه أن يختار الشخص اللي يعينه في الأمور وأيضا بحد ذاته يعني دافع أن الشخص يستخدم صوت أن سمو الحاكم يطلب منه المساعدة أن نحن نختار معه الأعضاء ونختار معه الشخصيات المناسبة اللي راح تمثل تمثناء جدا مع الناخبين العضاء الهاتف المتخابية أن يحس أنه راح يعني يدلب صوت اللي مرشح يعني كأنه رسالة شديدة للهجة أني أنا قاعد اليوم أصوت وأنا فاعل في إمارة الشارقة صحيح وأيضا هذا صوت راح يوصل يعني هذا الشخص إلى القبة البرلمانية وأيضا راح يخدم المجتمع بما أنه هو كفؤ وأنا أشوف اليوم هذا الشخص هو كفؤ وأيضا بالتالي يعني أيضا حاكم الشارقة دائما يعني يعني يوصي باختيار الكفاءات اللي بإذن الله يعني بقوة هذه الكفاءات راح يكون قوة المجلس في هذه الدورة طيب بالنسبة أيضا لأيام القادمة بإذن الله راح يكون بنفس المستوى نفس التنظيم بإذن الله الأعداد إن شاء الله بتزايد ونتواقعين في نهاية الأسبوع يكون إن شاء الله بتزايد أكثر أيضا بالنسبة للجهات التنظيمية القائمة على المراكز كيف تكون خططكم يوميا بالله هي جهود خلف الكواليس صراحة يشكرون عليها يعني داع الدور الأمني في استقرار وحفظ الأمن للمقر الانتخابي تسليم المقر إجراءات استلام المقر حتى بالنسبة اللجان المخصصة هي اللجنة التنظيمية التي تمر على المراكز أيضا طبعا هناك زيارات مستمرة من اللجنة اللجنة العليا لدارة انتخابات بالأمس أو اليوم صباحا شاهدنا زيارة المستشار محمد الكعبي عضو لجنة التخابية للمجلس التشاري هذا حريض جدا أنه لتتمت الإجراءات يعني فإزال الله يعطي العافية صراحة حقيقة تشهد الجهود هذه للجميع سواء المنظمين القائمين في هذه المراكز الجميع يسعى لتقديم البسيط لإمارة الشارع طبعا جهود كبيرة كنت دايما تبذلونها في الفترة الأخيرة وأكيد العبء زاد عليكم في هذه الأيام والله يعطيكم العافية والله يقويكم يعني دائما تبذلون جهود كبيرة في مثل هذه الأمور المهمة لإمارتنا الحبيبة ولدولتنا الحبيبة نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله الأستاذ يعقوب يوسف الساحر عضو المركز الانتخابي بمدينة كلبك كل الشكر والتقدير لك على هذا الحضور شكرا لكم وكلمة أخيرة وجهها الناخب صوتك أمانة ودائما نحن 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 أنك أنت صاحب القرار نقول شارك وسارع في اتخاذ القرار وصوت للأجدر والشارقة تنتخب وهذا أيضا دعوة مننا مشاهدين على جميع الناخبين يتوجهون مراكز الاقتراع الموزعة في موارتنا الحبيبة بكل مدنها للمشاركة بصنع القرار يا مريا ومن بعد هذه الفقرة المميزة التي تعرفنا فيها عن المركز الانتخابي بمدينة كلبة نكون مشاهدين وصلنا معكم لحلقتنا الخاصة والاستثنائية نشوفكم إن شاء الله يوم السبت القادم على خير أترككم بحفظ الله ورعايته ومع السلامة مع السلامة المترجم للقناة اشتركوا في القناة